بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين سادة الحضور مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نجتمع اليوم في رحاب مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وتحديدا في رحاب حامل اللواء قمر بني هاشم أب الفضل العباس عليه السلام وفي هذه القاعة التي تسمت باسم كريم أهل البيت الإمام الحسن المشتبى عليه السلام وفي ذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام وفي مسابقة أدبية عرفت بمسابقة أم البركات وكيف لا تكون أم البركات وهي الكوثر المعطاء وتحت شعار على معرفتها دارة القرون الأولى حيث تقام هذه المسابقة الأدبية برعاية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وهي مسابقة ضمت عدة فعاليات منها مسابقة الرواية التاريخية والأدبية ومنها مسابقة المسرحية ذات الفصول وكذلك مسابقة المجموعة القصصية العمودية ومسابقة الشعر للقصيدة العمودية التي نجتمع اليوم لنشنف أسماعنا بما جاد به الشعراء وخطه الأدباء في رحاب سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليه السلام فأهلاً أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وأنتم في ضيافة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس وخصوصاً الضيوف الكرام وممثلي العتبات المقدسة الشعراء والأدباء من وفد إلينا من المحافظات العزيزة الأخرى من خارج كربلا من وفد إلى هذا المكان من البلدان الأخرى نقول لهم جميعاً أهلاً وسهلاً بكم وإن شاء الله نحن وإياكم في رحاب قمر بني هاشم وإن شاء الله لا نحرم شفاعة الزهراء التي اجتمعناها هنا بذكرى شهادتها نسأل من الله أن نوفق جميعاً لإحياء ذكرها وإحياء ذكر أهل البيت ببركة الصلاة على محمد وآل محمد وخير ما نفتتح به حفلنا هذا وهو أن نشنف أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ السيد حيدر جلوخان فليأتي إلى المنصة مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد امتدقائنا يا largeuyor يا 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 الرري Holland اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومنوعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح من المصباح في زجاجة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومنوعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح 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 في زجاجة ينقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الزجاجة كأنها كوكب دري ينقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في بيوت أذن الله أن تنفع في بيوت أذن الله أن تنفع وَيُذْكَرَ فِيهَ اسْمُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ أَن فَال أَن كُيهُ لَهَا بُالْغِلُنَ لا بيع عن ذكر الله وإقوم الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فقله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم صلوات شكراً جزيلاً للقارئ السيد حيدر جلوخان على هذه التلاوة العطرة التي شنف بها أسماعنا هنيئاً لكم سيدنا مع كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يلقيها الدكتور مشتاق معاً نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى قمر الحسين الحضور جميعاً مع حب الأنقاب والمقامات والصفات ولا سيما من أمراء الكلام وسدنة المجاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الوفاء لإرثنا ولا سيما الروحي منه أن نستدعيه دوماً في أقوالنا وأفعالنا لأنه المنبع الأصفى في تشكل شخصياتنا والمؤثر الأنجع في توجيه سلوكياتنا من هنا صار لزاماً علينا أن نقدمه لشرائح المجتمع بصور متنوعة ولعل أهم تلك الصور هو التقديم الإبداعي سواء كان بصرياً أم سمعياً أم حرفياً وتأتي جائزة أم البركات الأدبية واحدة من النسخ الحديثة للتقديم الإبداعي بحيث انضمت إلى مساقات الجوائز التي تنهض بإقامتها الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عبر تشكيلاتها الثقافية والمعرفية والعلمية لتكون مسهمة في تفعيل هذه الوظيفة التنموية في شرائح المجتمع المختلفة ولربما انمازت هذه الجائزة بمزايا عدة منها أولاً تخصيصها للسيد الزهراء عليه السلام التي ورد في ضمن ما ورد من كناها أم البركات التي كانت وسماً للجائزة ثانياً تنوع أبوابها بحيث تفرعت إلى أربعة فروع هي جائزة الشعر العمودي جائزة الرواية التعريخية الأدبية جائزة المسرحية متعددة الفصول وجائزة القصة القصيرة ثالثاً فتح أبواب المسابقة لجميع المشاركين محلياً وعربياً وعالمياً وقد وردت على الجائزة أكثر من مئة مشاركة توزعت على حقول الجائزة الأربعة انتدب لفرزها وتقييمها والحكم عليها ثلة من المختصين ثقافياً وأكاديمياً في الساحة الأدبية العراقية ومن الطبيعي أن تحجب بعض المراكز إن لم يصل تقييم الأعمال المشاركة إلى المستوى المطلوب لإحراز أحد المراكز المحددة لذا ارتأت اللجنة التحكيمية لبعض فروع الجائزة أن تحجب بعض المراكز للسبب المذكور قانفاً ومن الطبيعي أيضاً أن تكون بعض المراكز ممنوحة لأكثر من عمل إن كانت تقييم تلك الأعمال في حسابات اللجنة التحكيمية متساوياً وهو ما حدث مع المركز الأخير في حق للشعر كما سيعلن عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى وفي الختام ننقل إليكم تحايا ودعاء سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة العلامة السيد أحمد الصافي دام عزه وكذلك إدارة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة إذ لو لا مقام التولية وإدارة الأمانة العامة لما تحقق نجاح مساقات الجوائز التي تطلقها أقسام العتبة فباسم جميع الأدباء نرفع أسماء آيات الشكر والإمتنان لهما لدعمهم الحراكة الثقافية والأدبية وفي الوقت نفسه نشكر شكراً كثيراً الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ممثلاً برئيسه وأمينيه العام والثقافي وكذلك رؤساء الاتحادات في محافظات بلدنا العزيز والأدباء من أعضائها ولا ننسى اتحاد أدباء كربلاء رئاسة وأعضاء ممن أعانونا على إنجاح هذه الفعالية المباركة كما نشكر بقية الحاضرين من العتبات والمزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والثقافية جميعاً أما المشاركون فنبارك للفائزين منهم وندعو لمن لم يفوز أن يوفقوا إليه في النسخ القادم من هذه الجائزة أو الجوائز الأخرى داخل العتب العباسي المقدسة أو سواها من رعاة الثقافة والأدب والفكر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطهرين شكراً جزيلاً للدكتور مشتاق على كلمته بخصوص المسابقة ونبقى مع المسابقة ومع العدب والشعر والشعراء وكالمعتاد نبدأ مؤرخين هذه المسابقة بعنوان أم البركات فنقول أي ذكر قد أفاض البركات أي نور شع يجل الظلمات أي سر قد أذاعته السماء فجر الكوثر سقياً للحياة أي اسم أي رسم مذبدة سحر الكون وسر النظرات فأتى الإخبار من أفق العلا أي من العرش أتى شرح الصفات إنها أم أبيها فاطم زوجة الكرار بحر المكرمات إنها أم لصبطي أحمد إنها الزهراء أبواب النجاة ولها اليوم ولها اليوم اجتمعناها هنا عند عباس على شاط الفرات نتبارى أينا يسبق فيه زبر فضل لبتول السيدات بعضنا ينظم أشعاراً لها بعضنا ينظم أشعاراً لها بعضنا يروي كما تروي الثقات بعضنا قد مسرح الأمر هنا بعضنا قصة وللكل نكات كلنا ذبنا على أعتاب من في مدى آفاقها سر الحياة من على عنوانها دارت بلى عن يقين القرون الماضيات فلها خط أديب قصة ورواتان معاني الصلوات وعلى مسرح قرطاس المدى نترى الثالث أحلى الشذارات وإلى الشعر تسامى رابع مذكياً نار الجواب الكلمات فلها كل لها يا سادتي فلها كل لها يا سادتي كل ما راح وما بالغدئات ولها أرخت زهواً كتبوا إنها الزهراء أم البركات ولها أرخت زهواً كتبوا إنها الزهراء أم البركات ألف وأربعمائة أربعمائة وخمسة واربعين بحساب الجمل وهو تاريخ انطلاق هذه المسابقة ونبقى مع الشعري والشعراء والكل فائز في رحاب الزهراء طبعاً المقرر في جائزة الشعر أن يكون هناك تكريم للعشر الأوائل بالقصائد ولكن اللجنة ارتأت حقيقة وجود قصيدتين جاءت مكررة للمرتبة العاشرة بدرجاتها فارتأت اللجنة التحكينية أن تكرم هذه القصائد أيضاً مع القصائد العشر الفائزة فنبدأ مع القصيدة التي تحمل الرقم 12 أو هي حقيقة عاشرة مكررة فمن صاحب هذه القصيدة نقول وبموضوعها ورويها ورويها وبحرها شمس تجلت وفي الآفاق نلقاها ضوءاً وكل ظلام بات يخشاها فالصبح فالصبح بسمتها والروح طلعتها والخير كوترها والآي مسراها هي الكمال ورب الكون أوجدها حورية بلباس بلباس الإنس سواها يا بضعة المصطفى يا روح راحته وثم وجهك فيك ساب معناها إذ أقبل الشعر من لبنان تنشده بالحق فاطمة والطهر مغزاها القصيدة عنوانها ثم وجهك من لبنان مع الشاعرة فاطمة مصطفى أيوب استقبلوها بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أعز المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته تم وجهك يا حادي العيسي لا نار ولا قبس في طور سنين قل لي أين ألقاها لي في طريقي سواد ضل يدهمني يدعو النهار إلى أن شاء جلاها خذني بدربك أين الدار أين أنا هذه جهاتي تخشاني وأخشاها تيبس الصبر في أوكار أخيلتي ولاح وجه تندى في خلاياها يكوثر العمر يلقي الماء أين يشى يرطب الروح يسري في بقاياها زهراء وارتحلت روحي بلا جسد على اسم ربك مجريها ومرساها أقدس الدار لكن لست أدركها أنا الذي خاب في نفس ودساها آت إليك إلى معناك من لغتي وكيف يطرق هذا الحرف معناها أسائل الله يا الله تعرفني تركت قومي وأفعالي وبلواها أنا الفقير وهذا الفقر غلبني أرتب الهم أعباء وأشباها أتقرع الباب كف جلها مزق جرح قديم تهرى في ثناياها أدري أدري بأن جياع الأرض موطنهم هذه الديار وكم أبصرت أفواها وكم يتيم أتاه الدهر محتكرا أس الحقوق وأدناها وأعلاها يشم ريحا كأن القرب يخبزها أشهى من الأم أزكى من محياها أحن من لغة الأحضان من كتف تلقي عليه هموم الدهر عقباها ريحا تمر مع النسمات تثقلها كذا تحدث يمناها ويسراها هذه المودة قرب ليس يعلمه إلا الذي لام نفسا ثم زكاها وهل أتاحيني المذكور لقلقي ليلي طويل وأحلامي تغشاها زهراء يتمي قديم كيف أشبعه لقد بلغت من الأنواء أقصاها في مشهد التهري كانت قبضتي عطشا شكلت جسما وكان الصوت أواها سبحان كفك نهر في تدفقه سبحان تغرك يجري القول أمواها سبحان طيفك وحي في تلفته أم كان جبريل أوحى للنبي طاها صرير بابك يحكي قصة نسجت من اللهيب وما زالت حكاياها أجراً زياحاً وبالمسمار أو جزه خانت توقع والأضلاع والأضلاع سواها ما كان ذنب لهي بالنار بل شعل فاقت صدوراً بل شعل فاقت صدوراً وضاقت في نواياها حقد دفين تعرى نصب أعيننا كانت نفوساً وما زالت مراياها يا أين قبرك يا أين قبرك هل ترتاح راحلتي أغمض العين أرمى في خفاياها فثم وجهك إن وليت لا زمني وإن أتيتك أسعى هل أرى الله شكراً لكم شكراً جزيلاً للشاعر فاطمة مصطفى أيوب من لبنان ونبقى أيضاً مع القصيدة الأخرى يا آية من سناها ناظرك تحلى ويا شهاباً به طيف الولد لا غزيلاً ألست أنت التي يرضى إذا رضيت رب العباد لتبقى للرضى سبولاً يا ذروة المجد يا من في مراتبها جبريل حار وميكال بها شغلاً فكيف للشعر أن يسمو بلا قبس يكون من وهج الزهراء مشتعلاً وهذه لوحة سورية ولك فراس ينشدها في الطف مبتهلاً مع فراس القطان من سوريا وقصيدته التي تحمل عنوان قبس من وهج الزهراء فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد لم يحضر المشاركة عبر الشاشة بل لم يسعف الحظ للوصول إلى كربلاء من سوريا فأرسل هذه المشاركة عبر الأثير نستمع إليها من وهج الزهراء اعبر بحرفك اعبر بحرفك من غار السؤال إلى معنى يعبد في ترحالك السبول معنى تشعع على الدنيا أهلته في صورة امرأة أضحت لنا مثلا هناك عند يمين العرش قد نقشت قبل الخليقة سرا عانق الأزالة كالفكرة البكر من قبل الزمان صحد نورا يسبح رب الكون مبتهلا سبع السماوات من أنوارها فطرت وجوهر الأرض من أسرارها جبلا وفاطر الخلق حين اشتق أحرفها من اسمه صاغ معناها الذي كامولا كأنما الليل من أسمائها نسجت نجومه وشعاع الشمس قد غزلا هي البتول التي دارت لتعرفها أولى القرون وفيها الدهر كم شغلا هي الضياء الذي يزهو بزهرته أهل السماء وهدي للدنى نزلا من برزخ الغيب لاحت من سرادقه حتى حتى تجلت يقينا بالهدى رفلا كيما تسيل بصحراء الرؤى مطرا وتوقظ الحلم جفنا بالسنة اكتحلا جاءت تنيخ شغاف القلب أجنحة تطوي السراب وترعى عمرنا خضلا فأصبحت لنداء الأرض ذات ندا أما تهدهد في أحداقنا الأمل تؤول السنبلات السبع في دمنا خضرا وتترع فخار الورى عسلا وتزرع البيد في أرواح نا زهرا وتوقظ الكهف في صلصال نا شعلا تمهد الدرب في مسر هواجسنا تروض الريح تهدي للمدام مقلا يا بضعة المصطفى يا أم والدها ويا رياض جنان أورقت رسلا أم الأئمة قطب الكون محوره زوج الوصي الذي فوق السناء على يا أنت وارتبكت فيك اللغات وكم حار اليراع ومصباح النهى الذهلا من صمتك الورد أغضى خاشعا خفرا ومن حديثك فأس الحق قد سقلا يا أنت يا أنت يا زهراء يا قبسا من النبوات في أعماق نشتعل في كنه طهرك آيات مقدسة ومن معانيك شف الماء وانهملا يا همزة الوصل ما بين الإمامة والسر النبي وحبلا بالسمط صلا من فيض وهجك قنديل الفؤاد سنا وفي حماك حمام الروح قد هدلا وفي مراياك أنوار الهدى عكست والبدر أسرج من عينيك واكتملا يا زورق الحق طوفان الضلال طغى والحب من خافق الإنسان قد أفلا أماه أماه إن الأرض نازفة عودي بمعناك يغض الجرح مندملا أتيت أتيت من سدرة الأشواق قافلة من الحنين وشجوي في المدى صهلا أنخت شعري في باب البهاء وفي رحلي حروف يقين أطرقت خجلا فباركيها لعلي إذ أبوح بها القربات واغفر التقصير والذلالة الشكر الجزيل للشاعر فراس القطان من سوريا على قصيدته ومشاركته ومع القصيدة الفائزة أصلا بالمرتبة العاشرة نقول أيا آية القربة أيا آية القربة لما اليوم نازفة أجيبي فقد أدمى الزمان مصاحفة أيا كوثر القرآن والدين والعلا ومن منه أشراف الخلائق راشفة أمن بعد شخص المصطفى سيد الورى تلوذين خلف الباب ولها وخائفة أمن بعد عز واقتدار ومنعة عليك جيوش البغي والغدر زاحفة افتراض افتراض به ألقى خليل قصيده وقد جاء من ذيقار يبدي مواقفه مع الشاعر خليل الحاج فيصل الغريباوي من العراق ذيقار وقصيدته التي عنوانها افتراض جدلي فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما ورد في نهج البلاغ عن أمير المومنين عليه السلام قوله ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه فبنوه في غير موضعه افتراض جدلي إذا لم يكن يدري بأنك واقفه فمن بدم القرآن روى مصاحفه إذا لم يكن يدري بأنك واقفه فمن بدم القرآن روى مصاحفه ومن كتب التاريخ شقين نازفا سقته كؤوس الدهر صابا ونازفه ومن ترك الأيام شيبا مخضبا ونحرا فراتا منه دنياه راشفة وأوردة كلمة وكثا قطيعة وأقبية من آخر الصبر عاصفه وليلا بباب الليل كم ظل واقفا يرتله صمت وتتلوه عاطفه يرتله معناك أما حنونة وصاحبة من جذوة العطف راجفه يرتله معناك ضلعا مهشما تناثر أضلاعا على الهول زاحفه تناثر منذ امتد في الباب مسقطا لآخر مقطوف يناظر قاطفه إذا لم يكن يدري فكيف تناسلت رؤوس طواغيت على الظلم عاكفه وكيف انتهى إرث النبيين في يد لكل ظلام الأرض كانت مرادفه وكيف استوى الحجاج فوق عروشها وجيش يزيد كف بلواه خاطفه يربي على فدي الخنوع رجالها ويحمل للجنح الكثير عواصفه وكيف عجاف الظل تجتاح أمة من العز ظلما والكرامات راعفة وسهم بعمر الشوك يصطاد لحظة من الورد للقداح كانت ملاطفة وسهم بعمر الشوك يصطاد لحظة من الورد للقداح كانت ملاطفة فأم أبي الزهراء فأم أبي الزهراء أم لأمة على فقدها حتى القيامة آسفة هناك فأم أبي الزهراء أم لأمة على فقدها حتى القيامة آسفة هناك إذ النيران تأكل بعضها وكل سينسى قومه وطوائفه ستصدر عن ظلع الكلام مواقف ويشطب تاريخ أضاع مواقفه والسلام عليكم شكراً جزيلاً للشاعر خليل الحاج فيصل من العراق من ذيقار القصيدة في المرتبة التاسعة إلى من بها الأفلاك والكون والمدى إلى من بها الأفلاك والكون والمدى استنار وفي أنوار عصمتها اهتدى إلى بنت طاها يرقل الحرف طائعاً إلى من لها أضحى الملائك سجداً سجداً إلى الكوثر المعطاء في كل لحظة إلى من بها صوت الحقيقة قد بدى أليست أليست هي السر العظيم ومن بها تجلى بهاء والكمال تجسد وعن بعض سر الطهر قال محمد فمن نجف قد طل وحي من الندى مع الشاعر محمد حسين جبري من العراق من النجف الأشرف وعنوان قصيدته وحي من الندى فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بعد الشاعر هو يتهيأ لأنه من المقطوعة هي على رويه وبحره الله يحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي من الندى إلى وحدة الصحراء والريح والمدى إلى وحدة الصحراء والريح والمدى إلى كل شيء كان من قبل أسودا تنزلت الآيات ضوءا وكوثرا وذاب ظلام واختفى الصم والصدا وحلت أناشيد الحياة تأملا على كل غصن للنبوآت غردا وكل نخيل الأرض بارك طيره ونهر على حدث الضماء تردد فقد عانق النسرين لونا مقدسا وكانت له الزهراء وحيا من الندى فقد عانق النسرين لونا مقدسا وكانت له الزهراء وحيا من الندى ولاح نهار من سماء هداية لليل به الإنسان كان مقيدا بداية حق أشرقت من نبوآت تضاءل تاريخ بها وتبدد ومكة قالت للحقول تنفسي قداسة نهر يستفيض تودد فهذه هي الزهراء آيات مرسل تقطرن والمعنى الندي تورد ففي سرها آي من الذكر كلما تلته دهور في النفوس تخلدا وإن لها في كل عصر حكاية من الضوء يرويها الزمان مجددا وقالت مياه عذبة إن لسمها كناية ورد في السواق ومولدا فأوحت بعطر فاح في الأرض دعوة إلى القول لما كون الصمت مشهدا وكان لها ثقلان بيت ومصحف وفي بيتها أضحى الملائك سجدا وساعة مال الدرب أوحت بظلها إلينا لتقويم الذي عوجه فاهتدا وأعطت لمن أعطى أباها عليها وأبناءها لما اقتضى الحق موعدا لكل إمام من بنيها نبوءة فصار بنوها من علي محمدا وكم كان معناها على الصمت سيدا وكم خاطبت جذب المجاهل بالندى وكم كان معناها على الصمت سيدا لها من أبيها حكمة والتفاتة إلى النقص في معنى الوجود إذا بدى فما هي إلا سورة شع نورها على شك ليل بالظنون تفردا لتظهر أن الحق في بيت أهلها وفيه كتاب الله كان مجسدا السلام عليكم شكرا جزيلا للشاعر محمد حسين جبري من العراق من النجف الأشرف من رحاب أمير المؤمنين ونبقى مع القصيدة الفائزة بالمرتبة الثامنة فنقول يا سورة المجد يا ترتيلة النزفي يا روح طاها التي جلت عن الوصف عليك شقشقة الأشعار قد وفدت أبياتها صدحت في الطف ولهف وقد على صوت إنشاد بلا كلل كي يوقظ الناس من تنويمة الكهف وقد تجلت على أفق الطفوف هنا نوافل الضوء بين العين والكف جمال هل بها من كربلا فبدت تروي جراحات أهل الدار والطف مع الشاعر جمال رضا آلم خيف من العراق من كربلاء المقدسة وقصيدتها التي عنوانها من نوافل الضوء فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصيدتي بعنوان من نوافل الضوء ما أدمن الشعر غير الحزن والنزف من وقعة الطف حتى الآن بالطف كل القصائد للمنفى وقائلها منذ الكتابة في أوجاعه منفي جفت سواحل ذاك الماء يابسة وصورة النهر لم تنصف مع الجرف كيف السبيل وفي الأنفاس شقشقة دلت على الحزن للزهراء ولهفي من أين أبدأ يا أم الحسين وبي وجع من ولدك المخبوء ما يكفي من أين أبدأ يا أم الحسين وبي من ولدك الوجع المخبوء ما يكفي كأنما القتل عادات لكم ولنا وأصعب القتل ما يبنى على العطف خير النساء وفي تأويله شرف لمن تجرد عن كذب وعن زيف إن الروايات تغزونا ونطردها ولن نصدق غير العشر من ألف هي افتراض ولكننا نكذبها هل قبرك الآن موجود لمن ينفي بنت الرسول وكيف الناس تفهمها والنصف بالحل مقرون مع النصف بنت الرسول سطور الدمع نحذفها بنت الرسول سطور الدمع نحذفها فهل تبعث رضوء الشمس بالحذف وهل يكذب ظن البعض إن يدا كانت مع الكهف في تنويمة الكهف عين النبوءة من عينيك مسرجة وآية الطهر تسليم إلى الكف سنابل الغار عند الخبز تجمعهم وعند عند صلاة السقي تستخفي لأجلك السيف لم يفزع كعادته لأجلك السيف لم يفزع كعادته فاستهن الحقد من إغمادة السيف بنت الرسول وكي أنسى على مضض كم أكثر الظلم في عينيك من ذرف إلى الأمام يفر الوقت محتطبا وعقرب العمر في رقض إلى خلفي أغادر الآن أغادر الآن يا زهراء كل أذن وأغرق الوصف في حال من الوصف وأوقض الصمت في محراب أسئلتي علّ الإجابة أن تروى مع الطيف هل كان ذا الموت مكتوبا على عجل أم غيلة الحكم بالزهراء تستشفي أم إن طرف عقال الغي منعقد في كذبة الغي لا في أول الطرف ما أنصف الدهر يا زهراء حاضرنا تمرد النمع بين الخوف والخسف أم الحسين شفاه الطين قاحلة وأول الدرس ألا درس في الصف أم الحسين شفاه الطين قاحلة وأول الدرس ألا درس في الصف كأنما الحزن ميلاد بنا ولنا وساد الدمع للغايات لا يخفي عشائر الخوف لا تحتاج مأدنة صمت القناديلي انذار من الخوف صمت القناديلي انذار من الخوف والسلام عليكم رحمة الله شكرا جزيلا للشاعر جمال رضا المخيف من كربلاء المقدسة والآن مع القصيدة الحائزة على المرتبة السابعة إلى من عضاء العالمين سراجها وأغنى جميع الغارمين خراجها إلى الكوثر الفياضي عذبا على الورى ليختار ليختار غورا في البقاع أجاجها إلى فاطم ناصر الزين انت تكيف كل ما احنا نتقدم والأسماء ما هي تكيف اي اكو مجال ابدي بيك هو اذا طلع فائد لا مو احنا قلنا كل من شارك وكتب ولو حرفا بحق الزهراء فقد فاز مو دايشاكس إلى الكوثر الفياضي عذبا على الورى ليختار غورا في البقاع أجاجها إلى فاطم بنت النبي محمد تزينت الدنيا وبانا بلا جهة فأم أبيها آية في مداره ولم لا وأبناء الرسول نتاجها وذا حسن من بصرة الخير قادم يا الله أقدم علينا وذا حسن من بصرة الخير قادم وجوهرة المعنى استطال حجاجها مع الشاعر حسن سامل عبدالله من العراق من البصرة وقصيدتها التي عنوانها جوهرة المعنى استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد الحضور الأكارم جميعا مع حفظ المسميات والألقاب والمقامات سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات تقول لي الإشارة والعلامة تطهر إن في الطهر السلامة وقدم نبضك الموزون نصا إلى أم النبوة والإمامة جوهرة المعنى لتفاحة الفردوس ينمى ابتهاجها وللكوثر الصافي الشفيف التعاجها وقبل انهماك الضوء في فهم ذاته على ربوة الأقداس كان انبلاجها سلاما يعيذ الورد من شر قاطف ومن بؤس أفكار يضر ازدواجها بها همزة الوصل النبي تجسدت فمن خلف وطاها الرسول نتاجها وكل إمام قدس الله سره سليل سليل لما أفضى إليه زواجها حدائق عرفان بساتين رفعة إلى ظلها الغيبي يجبى خراجها تتمتم هذه الأرض أذكار ليلها وتحفظ أسرار الدعاء فجاجها بأم أبيها بدل الله سنة ليومض في يتم النبي سراجها فمن شرفة الضوء السماوي أقبلت ليدهق كأسا للخلود مزاجها إذا رضيت إذا رضيت فالله يرضى لأجلها ويغضبه في العالمين انزعاجها تزلزل أرض والسماء يطالها فناء ولو ترضى يزول ارتجاجها تمر على آبار يثرب صدفة فيصبح عذبا كالفرات أجاجها على جوهر المعنى الثمين أميرة ومن فاضل نور الرسولي تاجها يطوف عليها محور الكون كعبة عباءتها ذات البروج رتاجها إذا انقلبت أعقاب قوم وأمة تمارت لدى الطهر البتول علاجها إذا انقلبت أعقاب قوم وأمة تمادت لدى الطهر البتول علاجها هي البسملات الأم نطقا ومنطقا يؤرق من خان الأمين احتجاجها إذا امتلأت قارورة الوحي غيرة تهشم بالذكر الحكيم زجاجها لها مصحف لا ريب في كل ما به متى أخذته الناس زالع وجاجها بتسبيحة الزهراء تنجاب ضيقة ويحدث من بعد القنوط انفراجها ويوفون بالنذر البتول وآلها لتهدأ ريح العوز يخبو عجاجها يدل على البذل العظيم نحولها وما كان إلا للعلي احتياجها تزينب عاشور الحسين بلاغة تؤثث عاشور الحسين بلاغة يعضدها بالدامغات حجاجها لكي يسقط التاريخ في فخ نفسه ويبدو على كل الصحاح انحراجها وكي يبلغ الفتح الذين تيقنوا بأن رياح الخوف خاب اهتياجها على خطة العباس أمضت وصادقت وقالت سيحمي الموقنين انتهاجها يهدئ روع الهالعين بكربلا ويمنع جيش المارقين سياجها بيوسفها الموعود تحلم أمة تفاقمة في سم الخياط اختلاجها على ظلعها تبكي السماوات أنجما ليكمل في الظلع الكسير اندماجها وفي الملأ الأعلى فراشات دهشة بنار حريق الباب طاب طاب امتزاجها شكرا شكرا جزيلا للشاعر حسن سامي العبدالله من العراق من البصرة ونبقى مع القصيدة في المرتبة السادسة فنقول بحور شعرية بحور شعرية قد فاضت على اليم وناغم الموج أنوارا من النجم ودار قلبي ودادا فلك معرفة بشمس زهراء قد جلت عن الفهم حورية خلقت انسية وجدت الله صورها في ساحة العلم ورغم ذلك أدمى الجبت أضلعها أواه هل علم المغتال ما يدمي وهذه كربلا أسراء تحملها جرحا وللباب جرح زاد من همي مع الشاعر أسراء محمد رضا من العراق من كربلا وعنوان قصيدتها على معرفتها دار قلبي استقبلوها بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ القصيدة أود أن أصححها للأخي مدير الحفل أنا من النجف الأشرف وأتشرف بأني كربلا أية المولد لم أشهد القرون الأولى ولكني شهدت قلبي وعلى معرفتها دار قلبي كما تعلق قلب الطل بالغيم كما تعلق قلب الطل بالغيم قلبي يمد عروقا هاتفا أمي رغم السنين التي ما بيننا احتشدت كأنها محب أصفار بلا رقم أرى طيوفا على روحي تضللها كأنها من بقايا روحها تهمي أشم من عطرها شيئا يساورني أشم من عطرها شيئا يساورني منذ الطفولة شيئا غاب عن علمي تمسني من خلال الحجب راحتها ولطف لمستها حرز من الإثم لي من معالمها جرح يؤرقني وفيض كوثرها ما أنسق كرمي وسفر أحزانها لون على ورقي وبابها باب أفكاري إلى النجم وضلعها شهقتي شهقتي في أيما وجع فكلما ذكروها النبي عطمي أغوص في رمل أيامي فتدركني أغوص في رمل أيامي فتدركني كهاجس شف في نفسي وفي وهمي فأرفع الطرف يا أذيال جبتها جودي بخيط يداوي طهره سقمي أريد من خيط هذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه عزمي أقول يا أم يا زهراء ناصيتي شابت ولم أجن من صرحي سوى الهدم أنا اغتراب نصوص ما تقائلها وقطعت نسجها الأفواه بالثلم كأنني نقطة والسطر قيدها إليه واندك فيها الوهن كالوشم أفر من شرك أهوي إلى شرك نزيف أجنحتي ينبيك عن همي نزيف أجنحتي ينبيك عن همي ينبيك أن فؤادي طفل غربته ودمعة القارب المثقوب في اليم وأن كل الذي أحتاجه يدكي ترص ظهري بوجه القهر والظلم تلف أوردتي لو رعشة ضربت حشاشتي أو بريق لمعه يعمي فقد تماد غرور الريح يصفعني يشدني لحروب من فم السلم يخيط أكتافي التعبى إلى حجر يخيط أكتافي التعبى إلى حجر عانيت صحبته وحنا على غمي عانيت صحبته عمرا بأكمله يحيل نكهة أيامي بلا طعمي يبيد لوحة أحلامي ويسحقها لونا فلونا ولا يبقي سوى الفحم أطلت أطلت عندك يا زهراء فففظتي وقلبك الأم أدري بارع الفهم همي على صدرك المكسور أسكبه فسامحيني وقولي تمتمت باسمي مدي خمارك إطر فيه ينقذني يصب من ضوءك السامي على العقوب سوف يرى وسوف يشفى سريعا موضع السهمين والسلام عليكم ورحمة الله شكراً شكراً جزيلاً للشاعرة أسراء محمد رضا هذه الشاعرة الكربلائية الكربلائية مولداً والنجفية نشأةً والفاطمية ولاءً ومحتداء إن شاء الله ونبقى مع القصيدة بالمرتبة الخامسة أتيتك يا من كل فضل تحشد على بابك مذأن على الأفق شيدا فيا هل أتى يا جوهراً بصفاتها ويا كوثراً قد صار للناس مقصدا ويا أم طاها والحسين كلاهما وذي صلة فيها الكمال تجسدا أقيل غريماً قد تعنا بودكم ففي سفر أشعار أقر التودد وهي ذيقار ومنها محمد تدلت له الأنوار فارتبك الندى مع الشاعر محمد جبار لفته من العراق من ذيقار وقصيدته الموسومة تدلت فارتبك الندى فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين محمد على آله الطيبين الطاهرين السادة أصحاب المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدلت فارتبك الندى على ظلها الكوني قد سكن المدى وفي بابها المعنى عن الغاي جردة هي الكوثر العذب الذي مره فانتهى يباس ضفاف قبل لم تألف الندى هي الطمأنات البيض تنثال كل ما بجفن الردى صبح الأماني قيد تدلت على أوجاعنا السمر بلسما وحلما مع الأيام يكبر مفردا تآخى بها البحران هذا فراته يمد لما غال الأجاج به اليدا لأن ضياها مس طينة آدم مشى بين أملاك السماوات سيدا يخبر عنها العرش أن سماءه تبدت لوجه الأفط مذنورها بدا ويشرح عنها والتفاصيل وجهة إلى ما وراء الغيب سر تأبدا غفت بين كفيها الفراشات والرحا تدور وكاد القمح يجري توددا نبي بباب الدار يقرأ هل أتا نبي بباب الدار يقرأ هل أتا ويطرق سمع الدهر فيها مرددا يقبلها المختار ثم يضمها ويكثر من عطر الجنان التزود رضاها الخطاب الفصل ما ثم بعدها حياد ولا شك بها ليؤكدا قرونا تدور الفلسفات فلم تعد سوى بسد يفضي إلى مركب سد بنوتاتها يرقى المريدون سلما على رجعه مر الزمان فعيد قرونا تدور الفلسفات فلم تعد سوى بسد يفضي إلى مركب سد بنوتاتها يرقى المريدون سلما على رجعه مر الزمان فعيد تمسكتها حد انصهاري على تر البقيع وانواريت في الروح مرقدا وناجيتها حد امتنيت حمامة قد اتخذت فرع الأراك لها ردا فيا قلبها المكتظ بالحب كم أسن تحمل هذا القلب حتى تخضد ويا عمرها الوردي أي جناية تبيح اقتطاف الزهر لما توردا وقوفا وبالروح القصائد تفتدا إذا كانت الزهراء للحرف مقصدا حنانيك يا أم الحسين فما أنا سوى دمعة شاخت وطفل تمردا وما أنا إلا صوت زينبه لم يبن ولكن بأحشاء ضماء تحشد يناديك صلصال المعبأ فكرة مكررة يلهو بأركانها الصدى أجيئك منسلا من الأمس حاملا خطايايه موؤود الأمان مشردا أجيئك من أقصى المجاز استعارة لعلي إذا حاولت قد ألحق الغدا لعلي يآتي باليقين فهدهد المسافات قلبي كم بكاك ليشهدا فلمي شتات العمر سيناء رملها كتيف ولم ألبح لموساي موعدا أقول لصحبي دونكم باب حطة فقولوا سلاما وادخلوا الباب السجدة شكرا جزيلا شكرا جزيلا للشاعر محمد جبار لفتة من العراق من ذيقار ومع القصيدة بالمرتبة الرابعة نقول قد أنزلت من ظلال العرش آيات ورتلت وهي إنجيل وتوراة وحفظت وهي قرآن وكوثره نبع تفجر فارتادته جناهة يا درة الكون يا شمسا تنير دجا ويا سماء ولم تخلق سماوات يا غيث بارئنا يا بنت منقذنا يا زوج فارسنا أنت المناجات أميرة الماء قد جاءت تحدثك فحمزة من غري الجود يقتات مع الشاعر حمز حسين عبادي من العراق من النجف الأشرف مع قصيدته الموسومة أميرة الماء استقبلوه بالصلاة على محمد وآلي محمد السلام على الزهراء وأمها وأبيها وبعليها وبنيها ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميرة الماء من منة الله من منة الله مذ سنة بداياته من منة الله من منة الله سنة بداياته لله تحد مداه اللانهاياته من فكرة الماء لما لم تكن سحب ومن سماء ولم تخلق سماواته من فكرة الماء لما لم تكن سحب ومن سماء ولم تخلق سماواته مرقة الضوء من ذاك المقام أتت لها بكل مراق الكشف مرقاته فاستودعت سر نور الله عارفة وآن أن تودع الأضواء مشكاته من ساعة الكن يكن كانت تعد لنا شمس الحقيقة فانثالت مجراته سيل يسافر في الألباب من زمن قبل الزمان وتستسق المحطات بكنهها لم يحط ركب العصور وما أحصت قوافل معناها المسافات ترتل المنتهى قرآن هيبتها ويقتف الضوء إنجيل وتوراة فتشت في ضمأ التاريخ عن نهر اللا سواه له الأفلاك مزجات أميرة الماء أميرة الماء يجري في الرؤى ملكا مفاخرا أنها للماء مولات فتشت في ضمأ التاريخ عن نهر اللا سواه له الأفلاك مزجات أميرة الماء يجري في الرؤى ملكا مفاخرا أنها للماء مولات حتى تكوثر يستجدي عذوبتها فرقرقته على شوق مناغات أم الرسالة أم الرسالة بنت الوحي راضية مرضية لرضى الرحمن مرآة سفينة والبحور الهوج ذاهلة شراعها المرتضى والوحي مرثات دارت رحاها دارت رحاها سؤالا هل أتى زمن وفي أنامل أم الماء غصات كم شهقة قد أقض الليل مضجعها وأوقدتها الحكاية الفاطميات فلا فلا غرابة أن الروح يوجعها أن الجميلة جازيه المجافات فلم تدع فلا غرابة أن الروح يوجعها أن الجميلة جازيه المجافات فلم تدع فلم تدع في النوايا أي خافية إلا وقد كشفت عنها الستارات وأفرغت عن لسان الوحي ما نطقت إلا ونكهة ذاك الثغر آيات فأوصلت بحروف النور واثقة أسمى الرسائل فأوصلت بحروف النور واثقة رسالة لم تشخص هالشعارات وأبدعت بالحوار الفخم مدرسة قد أسست كيف تحتج الظلامات وأبدعت بالحوار الفخم مدرسة قد أسست كيف تحتج الظلامات ففي قصور فراعين الزمان زهت قلائدا نظمتها الزينبيات كل الفصول ربيع عن نسائمها وما بقام موسيها للورد أوقات لكنها الله يخبر كل الفصول ربيع عن نسائمها وما بقام موسيها للورد أوقات موسيها لكنها برهة مرت بنا ومضت لكنها برهة مرت بنا ومضت تسبيحة الدهر ما رقت مناجاته عمرا من الأجل المقدور ما قصرت أيامه قدرا بل حينما ماتوا يا بأسه زمنا لم يدر ما فعلت سكرى نوائبه ولا مبالات يا بأسه زمنا لم يدر ما فعلت سكرى نوائبه ولا مبالات ماتت تحف بها أسراب أسئلة حيرة وتكتظ فيها كربلاءات ولم تجد في ربيع العمر متسعا فغادرت فخوى ورد وجنات لا وقت عند شفيف الروح حين غدا على له بالغياب المر يقتات رحالة 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 ركبها الأوجاع وجهتها جروحها ولد الله المقاضات كل الورود إليها أحرمت وسعت حجت وإن جروح العطر جمرات والسلام والسلام عليكم شكراً شكراً جزيلاً للشاعر حمزة حسين عبادي من العراق من النجف الأشرف ونبقى مع القصيدة الفائزة بالمرتبة الثالثة قف 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 ها هنا حيث المدى يتوقف ودعي اليراع يخط ما لا نعرف فلعل أحبار الوجود تكن لنا مدداً فتظهر سيرةً وتأرشف لنرى ونقرأ آيةً نبويةً فأنا وأنت بقدسها نتطوف لنرى ونقرأ آيةً نبويةً فأنا وأنت بقدسها نتطوف للضوء في طين الخلود ملامح أحسين قلت وأنت عذباً ترشف ومن القطيف قدمت تمدح فاطماً ومن القطيف قدمت تمدح فاطماً وبمثل فاطمة تزان الأحرف مع الشاعر حسين علي آل عمار من المملكة العربية السعودية من القطيف وقصيدتها التي عنوانها للضوء ملامح من طين استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعليكم جميعاً يا أحباب الحسين ورحمة الله وبركاته وعزيكم في ذكرى رحيل الصادقة الصديقة مولاتنا السيدة الزهرى عليها السلام رزقنا الله وإياكم شفاعتها ومحبتها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد للضوء ملامح من طين إلى الضوء الوهاج المترامي من حقة ساق العرش وهو يهبط بالتسابيح والتهاليل كي يأنسن الأرض إلى فاطمة عليها السلام يحكى بأن الضوء وهو يؤرشف وحي على آفاقها يتكثف وبأن صحراء العقول تضاءلت مذ كان عراب المسافة يرشف يحكى ورب حكاية ضوئية فيها يلوح الحق لحظة يعصف عنها وشطآن الصباح تزفها شمسا على وطن المحبة تشرف فإذا تجلل فجر فوق جبينها وطنا سماويا تجلل مصحف وإذا نمى الفردوس فوق ضلوعها فالماء يخلق والسنى يتفلسف وإذا تهجاها الزمان تسومه عطرا أثيريا فتزه الأحرف بركاتها تترى وبعض حصيلها ما كان من حقل النبوة يقطف سالت كوعد الأنبياء حضارة كبرى وسال على يديها النفنف وجر إلى أقصى الوجود وجودها تتوقف الدنيا ولا يتوقف وجر إلى أقصى الوجود وجودها تتوقف الدنيا ولا يتوقف لم تبلغ العشرين لكن المدى يمتد بالأعمار حين ترفرف برح الوجود يدور باطن كفها والدهر من آلائها يتثقف ما زال يجري الضوء من صلصالها فإذا الحياة تضي ساعة تنزف حورية القسمات هل تفاحة تكفي إذا وجه الحقيقة يكشف يتوضأ النسرين فوق ذراعها يتوضأ النسرين فوق ذراعها والماء خلف مسيرها متلهف والحلم يسعى والجمال يلفها والغيب حول خبائها يتطوف فهي الفريدة والأكيدة والحقيقة والعميقة والدلالة تسرف وهي التي سقط الظلام إزاءها عمقا فوجه الآدمية أجوف وهي التي صلت على أرزائها ما ثم وجه في الصلاة مزيف ألوت صياط الوقت محمرت بها إلا ودمع حولها يتصوف ورمت على المسمار ظلاً أخضراً فإذا سمار الجاهلية مرهف ورمت على المسمار ظلاً أخضراً فإذا سمار الجاهلية مرهف وإذا بجند الليل تلحث خيفة وإذا بأفكار الخليقة ترجف وقفت وقفت فلا جبل يطال شموخها فالرفض نهج والمهابة موقف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً للشاعر حسين علي آل عمار من السعودية من القطيف ونبقى مع القصيدة بالمرتبة الثانية تفاحة العرش تفاحة العرش بار الخلق رسمها وثم أنطقها والروح كلمها ومذبدت ومذبدت ظلمة الأكوان ومذبدت ظلمة الأكوان قد هتكت وأشرق الصبح مذ أنظم مبسمها وفاض كوترها يسقل وراء حججاً وعذبه قد سقى من قبل زمزمها ذي بنت طاها فمن ضاها مكانتها فنلرضاها بإخلاص لتفهمها ذي كعبة من جلال الذات قد برزت ومرتضى في مدى الأهواز طلسمها مع الشاعر مرتضى حيدر آل كثير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأهواز وقصيدته التي عنوانها كعبة من جلال الذات استقبلوه بالصلوات بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كعبة من جلال الذات بدت وظلل سعف الغيب مقدمها بدت وظلل سعف الغيب مقدمها مذ كان يرسم نور الله آدمها مذ كان يستنزع الكون انطفاءته وهي استقرت بضوء شاد عالمها دارت لها الكائنات النازفات هوا وضم ليل من الأسرار مبسمها دارت لها الكائنات النازفات هوا وضم ليل من الأسرار مبسمها روح الحياة يراها الغي معارجة يأوي إلى فيضها والله كلمها هزي إليك بجذع الفجر تسقط في كفيك شمس ترى في الوجه توأمها هزي إليك بجذع الفجر تسقط في كفيك شمس ترى في الوجه توأمها تبارك الله قال الله تبارك الله قال الله مذعجنت بالنور طينة من بالطهر يممها من أجلها تفرش الأملاك أجنحة وصار جبريل جبريلا ليخدمها من أجلها تفرش الأملاك أجنحة وصار جبريل جبريلا ليخدمها يا كعبة من جلال الذات حين دعت تستل من ملكوت الغيب زمزمها ذابت ملائكة الرحمن من شغف لا بد أن بدعاء حركت فمها يا كعبة من جلال الذات حين دعت تستل من ملكوت الغيب زمزمها ذابت ملائكة الرحمن من شغف لا بد أن بدعاء حركت فمها عين سماوية في الغيب تنظر للأفق المبين تناجيه ليلهمها زهراء قط برح الفردوس في يدها أتت تبث بعتم الليل بلسمها وتمزج الدمع في حبات سنبلة كما النبي بنجم الغيب أطعمها من سر فاطمة سر الإله لذا يخاصم الله من في الحق خاصمها وأفجع القلب منها هجر أحمدها لذا كجبريل بالآيات ناغمها تبسمل الحب للسبطين فاطمة كما تكلل بالتسبيح ضيغمها وعرش صبر لها ما ناله أحد فسلمت بيد الحوراء سلمها تموسق الحزن في طف القلوب لها تموسق الحزن في طف القلوب لها مذدونت في بياض الروح مأتمها ما للوجود على أعتاب نظرة من بالضوء صاغت مع الدنيا تأقلمها وجاء يسأل عنها العقل قيل له تحتاج عصمتها العليا لتفهمها شكرا شكرا للشاعر مرتضى حيدر آل كثير من الجمهورية الإسلامية من الأهواز على قصيدته ومشاركته وحضوره وأكو واحد يعدل ويسور باطة طبعا حجبت الجائزة بالمرتبة الأولى يعني واكتفت اللجنة المتحكمية اللجنة العرافة بالجوائز إلى حد المرتبة الثانية والأمر للشعراء طبعا قلبي ميطيني ومو من جلس لحدنا أندي أشاكس بالقاعة نور وشع لكي يهدى به الأبد وكوثر فاض حتى ترتوي الجدد أم الذي ساد كل الكون من أزل وزوج من منه كل الصيد ترتعد ذي فاطم حسبها الرحمن شرفها والدهر شاهدها فالآي لا أحد واليوم ثمت خطو جاء مبتدئا من السماء وأعطى الأرض ما نجد وناصر الزين في البحرين ينظم ما تجيء أولى وبالزهراء تتقد مع الشاعر ناصر الزين من البحرين هذه واحدة هي قصيدة مرتفة حتى الإسم ما له وقصيدته الموسومة خطوات مآذن وحياة استقبلوه بالصلوات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مع حفظ الألقاب أسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته خطوات مآذن وحياة ثم خطو سماوي يمنح الأرض حياة ونهضة وبياضة وامرأة إلهية ترسم طريق الله في خطوها غربة الأوطان تحتشد إن قيل منفا يقال المرأة البلد تقوم ينهمر الإنسان من يدها مآذنا حيث صلى خلفها الأبد تقوم ينهمر الإنسان من يدها مآذنا حيث صلى خلفها الأبد الله معشوقها الروحي تحفره بقلبها دونه في الروح لا تجد الله يخلقها من روحه سورا وأي ذات بذات الغيب تتحد الله للنور أوحى قال كن وطنا كانت ونطفتها بالوحي تنعقد الله يفرد من عليائه قمرا فيها إذا سجدت أفلاكه سجد الله يفلق نهرا من قداستها وفيه كل شعوب الله قد ورد ممزقا جئتها والخوف ينهشني والليل يصلبني والموت مضطرد وأدهرا في هواها مزقت كبدي أهذه صخرة أم هذه كبد ممزقا جئتها والخوف ينهشني والليل يصلبني والموت مضطرد وأدهرا في هواها مزقت كبدي أهذه صخرة أم هذه كبد في عينها سورة الإنسان تبسطها لتائهين أمانا كلما وفدوا تقطر الشمس في الأرواح بسملة فأبصر الله لا وهم ولا رمد تهدهد الكون في أحضان رحمتها طفلا كوالدة يحتاجها الولد كل الصباحات مضحطت بشرفتها تنفست جنة أنفاسها الرغد تحلق الآن نحو المنتهى فإذا تفايض الوحي قالت واحد أحد تحلق الآن نحو المنتهى فإذا تفايض الوحي قالت واحد أحد الوحي يرسمها أما لوالدها في لوحة أبدعتها للإله يد في لوحة كان جبرائيل أنزلها من السماء بلون الغيب تنفرد إنسية رسمت في اللوح أشرعة ستبشر الآن حيث الأرض ترتعد إنسية زورق لله مرتحل لينفع الناس حتى ينتهي الزبد إنسية خيمة لله وارفة تظلل الخلق والمأوى لها وتدو إنسية قلبها ضوء ملائكة سفائن جنة وحي ومعتقد هزت بجنتها قالت لأمتها هذه السماء بحب رحمة تلد ستفتح الآن في الآفاق نافذة وشرفة شرفة بالعشق تتقد يا مرأة فرشت غيمات رحمتها على الوجود فسال الفيض والمدد يا مرأة تبذر القرآن أو ردة إلى الحياة فينمو فوقها الأمد يا مرأة غيمة الله شكلها من البياض سلاما حين يفتقد سبحان من شكل الزهراء معجزة للعالمين فكان الروح والجسد سبحانه بالجلال المحض جل لها ما لا نهاية فيها ينتهي العدد سبحان سبحان من بالغيم أرسلها نبية فارتوى ماض بها وغد السلام عليكم شكرا جزيلا للشاعر سلام للشاعر ناصر الزين من البحرين على مشاركته وقصيدته البعض قال كررت قصيدتها قدمنا لأخوات الشاعرات والظهر لاستصحاب بقي قائما المدينة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويجب ويعطوة ويجب ويجب أخوشي بعد دكتور الله عليك ويتفضل الآن عند ختامي هذه الجلسة والمسابقة الرائعة بذكر سيدة نساء العالمين نبدأ بالتكريم طبعا وهذا التكريم الرمزي أما التكريم الأكبر فهو إن شاء الله من الزهراء وبيد الزهراء ونتوجه إليها بحق كافل بناتها أن تقبلنا في ركبها وأن تشفع لنا في أخرانا يتفضل عضو اللجنة التحضيرية للمسابقة السيد عقيل الياسري إلى المنصة مشكورا ومشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد وأول ما نبدأ بالتكريم نكرم اللجان التحكيمية هاي لطيفة واحد يقدم اللجان التحكيمية حتى الشعراء الودباء يعرفوهم إيه زيان يعني محفوظة إذا أخوان اغلقوا الأبواب يتفضل اللجان التحكيمية الخاصة بمسابقة القصيدة العمودية يتفضل الأستاذ الدكتور مشتاق عباس معا إلى المنصة مشكورا ويتفضل الدكتور عمر السراي ظاهر دكتور عمر كان ما ناوي يصعد على المنصة لا مؤاني لا 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 أنا وياكم عمي بس للتنبيه يعني ويتفضل الدكتور صباح التميمي اللجنة التحكيمية الخاصة بمسابقة الرواية والمسرحية والقصة يتفضل الأستاذ المساعد الدكتور إحسان التميمي مشكورا والظاهر المسابقة صاير اللجنة التحكيمية الأغلبية من بني تميم وين عنكم الفرز دق ويتفضل الأستاذ المساعد الدكتور سعيد حميد ويتفضل الأستاذ سلام البنائي اتحاد كربلاء شكرا جزيلا لسيد عقيل الياسري عضو اللجنة التحضيرية يتفضل الدكتور مشتاق عباس معا إلى المنصة لتكريم الشعراء أو قسم من الشعراء عليكم السلام ونبدأ بالشاعر ناصر الزين من البحرين فليتفضل مشكورا يليه الشاعر مرتض حيدري آل كثير من الجمهورية الإسلامية من الأهواز مرتض حيدري ويتفضل الشاعر حسين علي آل عمار من المملكة العربية السعودية من القطيف ورابعا الشاعر حمز حسين عبادي من العراق من النجف الأشرف الشاعر حمز حسين عبادي من العراق من النجف وخامسا الشاعر محمد جبار لفته من العراق ذيقار محمد جبار لفته وسادسا الشاعر إسراء محمد رضا من العراق الكربلائي المولد النجفية النشأ حتى تبقى على فمن ولدت يمن وبطلت علينا السلطاني 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 شكرا للدكتور مشتاق يتفضل الأستاذ محمد علي أزهر رئيس قسم العلاقات في العتبة العباسية المقدسة ومدير مكتب السيد الأمين يتفضل مشكورا ومع الشاعر حسن سامي العبدالله من العراق من البصرة والشاعر جمال رضا المخيف من العراق من كربلاء والشاعر محمد حسين جبري من العراق من النجف الأشرف والشاعر خليل الحاج فيصل من العراق من ذيقار والشاعر فراز فراس القطان من سوريا لم يحضر تصل إن شاء الله خليل حاج فيصل وفراس القطان من سوريا والشاعر فاطمة مصطفى أيوب من لبنان من لبنان شكراً شكراً للأستاذ محمد علي أزهر يتفضل إلى المنصة مشكوراً للأستاذ علي الفواز رئيس الاتحاد العام للأدباء في العراق لتكريم الفائزين بمسابقة المسرحية طبعاً الجائزة الأولى حجبت الجائزة الثانية مع أميرة كاظم شاكر من العراق من كربلاء ما حاضره جيد والكاتبة آسيا ماجد عبد علي من العراق من ذيقار شكراً للأستاذ علي الفواز رئيس الاتحاد العام للأدباء في العراق يتفضل الأستاذ منذر عبد الحر الأمين الثقافي لاتحاد الأدباء في العراق مشكوراً إلى المنصة لتكريم الفائزين بمسابقة الرواية وتتفضل الكاتبة ابتهال ترك عبد الحسين من العراق من بغداد ابتهال ترك عبد الحسين من العاصمة الحبيبة من بغداد ويتفضل الكاتب جعفر علي يعقوب من البحرين الشقيق بلي بلي قلنا الفائزين بمسابقة المسرحية والآن نقدم الفائزين بمسابقة الرواية ابتهال أولاً وجعفر ثانياً منور شكراً جزيلاً للأستاذ منذر عبد الحر الأمين الثقافي الاتحاد الأدباء في العراق ويتفضل الأستاذ سلام البناي رئيس اتحاد أدباء كربلاء مشكوراً إلى المنصة لتكريم الفائزين بمسابقة القصة وأولاً مع الكاتب زينب ناصر الأسدي من العراق من كربلاء زينب ناصر الأسدي من العراق من كربلاء الفائزة الأولى بمسابقة القصة مباركاً عليكم وثانياً مع الكاتب هيثم فاخر حسين العوادي من العراق كربلاء أيضاً وثالثاً مع الكاتب عقيل عبد الله حسين من العراق من الديوانية ثالثاً عقيل عبد الله حسين من العراق من الديوانية شكراً شكراً جزيلاً للأستاذ سلام البنائي وختاماً وختاماً نسأل الله سبحانه وتعالى بشرف الزهراء وبمقامها ومكانتها وبحق من اجتمعنا هاهنا في رحاب روضته أبي الفضل العباس عليه السلام أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل وأن يكون مسجلاً في أسفار أعمالنا إن شاء الله ونسأل من الله أن توفقون جميعاً للمزيد من النتاجات في خدمة أهل البيت عليهم السلام عذراً إذا بدر منا تقصير أو قصور بحق الحاضرين وبحق المشاركين وبحق ضيوفنا الكرام والعذر عنده كرام الناس مقبول ترجمة نانسي قنقر